شكرا حبيبي ألف شكرا طيب تشكيل الزمالك بقى سريعا جدا في حرص المرمى طبعا محمد عواد وكان متقلق النهاردة الحياة عواد في خط الظهر من اليمين للشمال حمد النقاز محمود علاء محمود الوينش محمد عبد الشافي محمد حسن قدامه حازم إمام محمد أوناجم أحمد زيزو ثم مصطفى محمد وعمر السعيد فيما يتعلق بأمبي في حرص المرمى كان محمود جاد خط الظهر من اليمين للشمال علي فوز إبراهيم يحيى رمي صبري عبد الرحمن عامر قدامهم زياد كمال أحمد العجوز محمد رز ثم محمد شريف ومحمد بسيوني وفي الأمام رأس حربة محمود قعود استعرض بقى مع حضراتكم بسرعة أهداف المباراة وعندي برضو حالتين كده نشوفهم مع بعض ده كان خامس أسرع هدف اللي كان لسه بيشرحه لنا محمد بسيوني عرضية الشريف حط ببطن الرجل لكن من العرضة تابع حلوة قوي 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 بسيوني الحقيقة وحطها في منتهى الجمال من لمسة واحدة قوية جدا 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 تسكن الشبك لو وقفت لحظة واحدة هنا هتجد أن فيه كسافة عددية جيدة لزمالك ولكن هتلي واحد مسك واحد يعني أدي واحد مع مين 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 ولا واحد موجود مع حد ولذلك هتلاقي ده فاضي وده فاضي وده فاضي كله فاضي وده موقف لازم مستر ميتشو يراجع الكلام ده كله يراجع الكلام ده الزمالك يا ميتشو ده الزمالك نروح شوف بعد كده الهدف التاني او هدف الزمالك التعادل كان من ضربة جزاء وسددها باتقان كالعادة الحياة بشكل رائع جدا 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 محمود علاء وده كان في الديئة 42 نشوفه برضو مرة تانية عشان حطي ايده فيها الحقيقة حطي ايده فيها طبعا محمود جد ولكن اخدت ايده دخلت من قوة نروح بعد كده لحالة تالتة قبل ما نشوف الهدف كوبي من الهدف اللي جه بتاع امبي خلي بال قادي الكورة هنا ده الهدف مرتان اللي انا عايزة جماعة ارجعلي ارجعلي وهاتلي مرتان هوري حضراتكم قبل الهدف الفوز هوريكوا لقطة مشابهة له كان ممكن تبقى هدف ايضا على مرمى ناد الزمالك كوبي من اللي حصل في الهدف نشوفه مع بعض قادي الكورة هي طلعت من ناحية الثمنتاشر وكالعادة كل الزمالكوية هجمين لقدام بص المساحة بقى بص المساحة قادي المساحة ايه اللي بتتحط من وراء اللعيبة كلها بص المساحة دي يا جماعة كلها عملا سيء حتة دي هنا كده ايه دي كلها فاطي دي كل دي فاطي كل دي فاطي وبالتالي بسهولة جدا طب كل دول رمين ليه يعني درمي ليه هنا ودرمي ليه هنا ودرمي ليه هنا يا دوبك ده مع الراجل ده بس لكن ده بقى مين معاه محدش معاه واذاكت حطت من رواء طبعا كانت الحركة بتاعته عشان نرجع على الوراء مكانش قفصايا اهو من هنا من وسط الملعب وترميت له في مساحة في منتهى الجمال انطلق مفيش جدا طب ده بقى طبعا طالع محمد عواد محمد عواد طلوعه كان مهم جدا ليه لو رجعت سنة صغيرة كده وعملت كده هنا لازم كان محمود علاج دايق طعا كده لازم لازم لكن الحياة برضو عشان مظلموش خروج عواد قفل عليه ان هو يتحرك في المساحة دي طبعا دخل بمنتهى القوة وتحسب الدربة حرة لصالح طبعا امبي لكن كانت تنبئ كانت تنبئ عن انه هيحصل حاجة يعني لما تشوفها مرة تانية هتشوف المساحات الفاضية وكان لازم ميتش وهو قاعد برا يفهم ان الجبهة بتاعته دي مفتوح مفتوح اتعملت نرارة الناس كلها كلها وراح انفراد لو العواد طب لو عواد ما عملتش كده كان ده عدى وحطاه في المرمى الفاضي منتهى الخطور طب خلي بالك من حاجة تاني لو عواد ما طلعش هنا الراجل ده كان منطلق ده كان منطلق كده صح كده صح كده هل هل ما كانش يجب ان عواد يطلع ويسيب التعامل ده مع ده والراجل ده يبقى مستني اللي انا عملت بالسهم ده الله واعلم لكن هذا هو الذي حدث وخرج عواد واتحاسب الدربة حرة وانذار لعواد نروح بقى للهدف وهدف الحقيقى جميل جدا 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 نفس الكلام كل يعني بص يا جماعة معقول الكلام ده انا هرجع سنة يعني برضو مش معقول ابدا 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 طيب خلينا نمشي كده نرجع تاني كده ونعمل من الاول كده طب مش شو من عندكم يا جماعة عشان وقفنا عندي مش شو من عندكم نمشي اربعة 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 زمالك ولا واحد ماسك ولا واحد ماسك ولا واحد ماسك طيب ارجع علي انا انا هعملها تاني واوريكوا انه ازاي اربعة يتضربوا بلعبة واحدة ازاي اربعة يتضربوا بلعبة واحدة بسرعات واحد واحد قدام اربعة صعبة جدا نشوفها خلي بالك رجلة عملت هنا هاقفن هاقفن ادي واحد اتنين تلاتة اربعة مع العلم ولا واحد ازرق في المساحة كلها يعني ادي اريك الملعب كله كل ده ما فيش ولا واحد ازرق غير الراجل ده بس اللي طلع قدام ده اللي قطع من وراء الناس كلها وراح طبعا راح خلاص اتعملت له الكرة في المساحة المطلوبة جدا 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 انفراد لا يسأل عواد اطلاقا داس عليها ودخل بها الجوة وزقها لحظة خروج الحارس سهلة جدا 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 وهدف الحقيقة انهى المباراة لانه جه في توقيت قاتل لهدف جه في ديئة واحد وتسعين حكم ادى اي نعم ست دقايق ولكن جه في ديئة واحد وتسعين هدف قاتل ينهي المباراة تماما وانتهت المباراة بهذا الوضع